من الكوليرا إلى الخناق إلى داء الكلب أو بيئة تنتشر على رقعة مضطربة من جغرافية اليمن وتنخر في أجساد أنهكتها الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام سبعة عشر حالة وفا بمرض الخناق القاتل الذي يتوزع بين الصنعاء وإبوى الحديدة فيما احتمالات انتشاره في بقية المحافظات قائمة مع بقاء القصور على حاله في جانب التطعيم داء الكلب هو أيضا بدأ بالانتشار على نحو اللافت في عدد من مناطق البلاد في ظل عجز واضح عن مكافحته بسبب عدم الأمصال التي تساعد في علاج هذا النوع من الإصابات في ظل الحرب الطاحنة التي تعصف بالبلاد هذه الموجة الخطيرة من الأوبئة والأمراض تأتي بعد أن تعرضت البلاد لوباء الكوليرا الذي سجل أسوأ موجة صحية وإنسانية في تاريخ اليمن والمنطقة وراح ضحيته أكثر من 2200 حالة وفاة من بين مئات آلاف حالات الإصابة التي سجلت وفقا لبيانات الصحة العالمية منظمة اليونسيف في أحدث بيان لها أكدت أن 23 ألف طفل حديثية الولادة توفو العام الماضي نتيجة لأسباب يمكن الوقاية منها وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها في تويتر إنه في عام 2016 فقدت اليمن أربعة آلاف ومئتين واثنين وسبعين أما وثلاثة وعشرين ألف طفل حديث الولادة لأسباب يمكن الوقاية منها المعضلة الكبرى تتجلى في حالة انعدام الإمكانيات التي تواجهها مستشفيات البلاد بما فيها المستشفيات الكبرى في صنعاء وتعز والحديدة وذلك نظرا لانعدام الموارد تتكفل المنظمات الدولية والوكالات الإغاثية بتأمين ما تحتاجه هذه المستشفيات لكن تعذر إمكانية الوصول في ظل تجدد إجراءات الحضر المؤقت المعلنة من جانب التحالف يفاقم من الأزمة الصحية مع بقاء مناطق كمحافظة تعز على حالها من الحصار الطويل الأمد الذي تفرضه ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح الإنقلابية منذ سنوات